حجز الجثامين سياسة ينتهجها الاحتلال لقهر ذوي الشهداء حيث بات اليوم يطبقها على كل الشهداء وإن لم تنطبق شروط الحجز والتي تتضمن عدم الانتماء لحركة حماس وعدم قتل أي جندي أو مستوطن فيما تسعى الحكومة الفلسطينية لجمع كل ما يتعلق بالقضية وإداءها لدى محكمة الجنايات الدولية في التاسع من أيلول الماضي أقرت محكمة الاحتلال العليا شروطاً لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية أهم هذه الشروط الانتماء لحركة حماس ومقتل جنود احتلال أو مستوطنين في عملياتهم اليوم يخرج وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بني جانس مصرحاً بأنه لن يتم تسليم جثمان أي من الشهداء المحتجزين في الثلاجات لدى الاحتلال وزير الدفاع الإسرائيل الذي قال بأنه لن يتم تسليم جثامين الشهداء بغض النظر هل تنطبق عليهم شروط الاحتجاز التي أقرتها المحكمة العليا بتاريخ تسعة تسعة الفين ونسعة عشر واستخدام جثامين الشهداء كورقة تفاوضية للحصول على معلومات عن الجنود الإسرائيلي المحتجزين لدى المقاومة في غزة تصريحات كهذه تتكرر من مسؤولين في حكومة الاحتلال بين الفينة والأخرى تقول عائلات الشهداء الأربعة وستين المحتجزين في ثلاجات الاحتلال بأن وزراء حكومة نيتنياهو يهدفون للضغط عليهم ومساومتهم وإيلامهم هم ما بدهم إلا الضغط على أهال الشهداء والمعاناة لأهال الشهداء والوجع لأهال الشهداء الأم كداش بتبكى موجوعة إنه هي تحضن ابنها مثلا وتدفن ابنها وكلبها يهدى عليه إلا إنه برجع كور الواحد أرض فلسطين حرة وأرض فلسطين حنوني على أولادنا وين ما حطوهم اللي استشهد ابنها اليوم وفيهم أجوا 18 سنة لهم نفس الوجع نفس المعاناة نفس القهر وزارة الخارجية الفلسطينية تخصص جزءا من ملفاتها المقدمة للجنائية الدولية لقضية جثامين الشهداء المحتجزة فيما تقدمت بعدة شكاوى لمقرري حقوق الإنسان في هذه المحكمة وتقوم بمتابعة القضية مع مجلس حقوق الإنسان أيضا هذا جاء بعد دراسة الملف بشكل قانوني ضمن لجنة متخصصة شكلتها الوزارة مع وزارة العدل شكلنا منذ فترة زمنية بعيدة لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة العدل الفلسطينية لمتابعة قضية جثامين الشهداء واحتجازهم ونحن رفعنا أكثر من مذكرة للجنائية الدولية بهذا الخصوص باعتبار الممارسة الإسرائيلية واعتقال جثامين الشهداء هي جريمة وفقا لميثاك روما المؤسس الجنائية الدولية أربعة وستون عائلة فلسطينية تنتظر الإفراج عن جثامين أبنائها الشهداء من ثلاجات الاحتلال فيما دفنت حكومات الاحتلال المتعاقبة في مقابر الأرقام رفات مائتين وثلاثة وخمسين شهيدا وشهيدة فلسطينيين وعرب منذ مطلع الثورة الفلسطينية هؤلاء تنتظر عائلاتهم منذ عشرات السنوات الإفراج عن رفاتهم لدفنها وتكريمها بشكل يليق ببطولاتهم دفاعا عن ثرى فلسطين من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا